قلنا مزلت الناس تجي راغبة في الترشح تشاو زوج أنا كان حاجة كان واحد التساؤل وسؤال هذ الناس اللي راه جات اليوم وراح تجي مثلا النهار السبت ولا الحد ولا هذ الناس اللي كنتوا تسمعوا فيهم الراقبات في الترشح عدهمش حال من اللي بدود الجمعة على التوقعات وراهم يشتكم وهذ الناس اللي راه يجو ذلك كيف هي نراني خمم كيف هي يلم والله العظيم كيف هي راح يلم يعني سؤال سؤال وتساؤل كيف هي راح يلم خمسين الف توقيع تسعة وشرين ولاية أقل شيء الف ومائتين توقيع في كل ولاية هذ الناس اللي بدأوا ذاك النهار وراهم يشتكم ومزلت الناس تجي تترشح وتدي الاستمارات جاءنا واحد المترشح اليوم أعطني المترشح المترشح هذا يسموه أحبس أحبس يسموه حميد ولا ترشح هذا جاء البارح حميد ولا ترشح جاء ترشح جاء جاء راقب في الترشح جاء حق استقبلوه وجل السلطة ودى الاستمارات وياه كل شيء حاجي يسموه حميد ولا ترشح ولكن أنا قبل ما نروح الحميد ولا ترش أعطني زبيدة زبيدة عسون زبيدة عسون في عمر هذا من يو ستين سنة قد تلهم أنا يا صمت علي الشباب والشباب هذا المرة هذا وين يلقاوا المترشح لي مثل الشباب خاصة خاصة الشباب لأنه الشباب كان دايما بعيد عن الانتخابات لأنه كان ما يعتبرش باللي كيين مرشح اللي حقيقة يمثلوا في هذا الانتخاب كينا حاجة جماعة بين قوسين الحاجة اللي عجبتني في المترشحات نراغبات في الترشح كمارا ناهضرورنا نقصرورنا نحكورنا ما كان حتى واحدة فيهم غاضها الحال ولا زعفات ولا قلت بكل احترام يعني قابلين قابلين النقد قابلين القسرة قابلين الانتقاط قابلين النور ملادي وهذا الشي اللي يخلينا نفرح وفرحانين ببلادنا وبالمترشحات بالراغبات في الترشح توعنا وبالراغبين في الترشح فرحانين وانا رانا في بلادنا يعني هذا هو الشي اللي كنا باغينو نحوسوا عليه يعني الناس في مستوى كما نفوتوا التحية للسيدة زبيدة عسول وسيدة نغزا وسيدة الوزح النون هذول راغبات في الترشح يعني رانا نهضروا ورانا نحكوا عليهم ونهضروا عليهم ما كانش واحدة فيهم قالت اي ما كانش واحدة فيهم قالت اي قلنا السيدة زبيدة عسول قالت باللي أنا يا يكثر خير الشباب اللي رامي راسلوني والشباب رامي القيش اللي ينتخب عليه النهارات اللي فاتوا واليوم الحمد لله قاو اللي مثل الشباب اللي هي سيدة زبيدة عسول يحبك يعطيكم الصحة المجهودات واليوم راكم كنتم موجودين بقوة خاصة خاصة الشباب لأن الشباب